من اكتر الاخطاء الشائعة في الوضوء ويبطل الوضوء بلا خلاف بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجة في فيديو جديد الخطأ ده يا اخوانا ان موضوع غسل الرجليني الى الكعبين كلمة الكعبين احنا متعودين كلمة الكعب يعني مؤخر القدم يقولك اداله الكرة بكعبه لا ده مش كعب ده اسمه العقب هما الكعب ايه الكعب هما العظمتين البارزتين على جانبي القدم الحتتين اللي طلعين دول ده الكعب لازم يعدوا لازم انت بتغسر رجلك يعدوا الحتتين دول لو انت اكتفت بالكعب اللي هو اللي احنا فاهمينه كعب وما طلقتش عند الناتوين دول او العظمتين البارزتين دول لبا انت كده مغسلتش رجلك وده ركن من اركان الوضوء يعني الوضوء بطل على الصلة بطلة فالموضوع خطير انا شفت راجل كبير مرة وبيتوضأ قدامي فبقول له ايه ده لا ده الكعب اللي هو الجزء اللي بارز ده قال لي ده معنا كده ان انا بقالي سنين بتتوضأ غلط قال للأسف بقالك سنين بتتوضأ غلط فموضوع الكعب يا اخواننا لازم ننبه ناس كلها على الموضوع ده واحنا بنعلم ولادنا لازم الكعب هما العظمتين البارزتين مش مؤخر القدم مؤخر القدم ده احنا بنقوله كده كعب لكن هو مش الكعب الكعب العظمتين اللي تالت مرة او رابع مرة العظمتين البارزتين على جانبي القدم لازم تعديهم وتغسلهم والمية تجري عليهم علشان نقول ان احنا توضينا لازم تتجاوز الكعبين بالمعنى الصحيح علشان تكون غسلت رجلك صح علشان الوضوء يبقى صح دعم الفيديو بشير ولايك ومنشرف القناة شوفك المرة الجاية والسلام عليكم